يقدم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لأعضاء مجلس النواب برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 وذلك في الزيارة التي سيقوم بها للمجلس في جلسته العادية يوم غد الثلاثة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سيلقي خطابا على النواب في بداية الجلسة ويستعرض من خلاله برنامج عمل الحكومة وبعدها يغادر المجلس لواصل النواب جلستهم التي من المقرر أن يتم فيها اختيار أعضاء لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أكد على أن يكون البرنامج محققا لتوجهات الدولة وخططها الاستراتيجية والتطلعات المشتركة للحكومة ومجلس نواب نحو وطن مزدهر وشعب ينعم بخدمات ذات جودة وكفاءة تسهم بحياة أفضل له لما يمثله برنامج عمل الحكومة من تجربة متقدمة ونقلة نوعية في العمل الديمقراطي في ظل المسيرة الإصلاحية التي بدأها جلالة الملك المفدى ثلاثون يوما هي المهلة الدستورية للتقديم برنامج عمل الحكومة والذي سيحال للمرة الأولى لمجلس النواب لطلب الموافقة عليه وذلك بعد التعديلات الدستورية للعام 2012 والتي نصت على موافقة المجلس على برنامج عمل الحكومة قبل أن تباشر الحكومة في تنفيذه حسب التعديلات الدستورية الجديدة فإن الحكومة تقدم استقالتها بعد أعلان نتائج الانتخابات النيابية وبعدها يصدر أمر ملكي بتعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وبالتالي تشكل الوزارة ويصدر مرسوم ملكي بتعيين الوزراء ويؤدي رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك المفدى قبل ممارسة صلاحياتهم بعدها يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة خلال ثلاثين يوما من أداء اليمين إلى مجلس النواب وللمجلس ثلاثون يوما من تاريخ التقديم ليصدر قراره بإقرار البرنامج أو رفضه بأغلبية أعضائه بالتالي تشكل لجنة في مجلس النواب ترفع توصياتها للمجلس خلال عشرة أيام من تسلم البرنامج في حال قرر المجلس عدم إقرار برنامج عمل الحكومة تجري الحكومة التعديلات على برنامج عملها وتعيد تقديمه خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ صدور قرار رفض المجلس له ليتخذ مجلس النواب خلال واحد وعشرين يوما قراره بشأن برنامج الحكومة المعدل في حال أقر المجلس برنامج عمل الحكومة أي بالموافقة عليه تبدأ الحكومة بممارسة صلاحياتها قبول برنامج عمل الحكومة يكون بصدور قرار من مجلس النواب إقراره خلال المدد المحددة أو مضي إحدى المدد دون صدور قرار من المجلس بالقبول أو الرفض في حال قرر المجلس خلال واحد وعشرين يوما وبأغلبية ثلثي عضائه عدم إقرار برنامج الحكومة للمرة الثانية يقبل جلالة الملك المفدى استقالة الوزراء ويعاد تشكيلها وفق الإجراءات السابقة وفي حال لم يقر المجلس برنامج الحكومة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة يكون للملك الخيارين في حل المجلس أو قبول استقالة الحكومة وتعين حكومة أخرى جديدة بسام لبدوي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين